مثلكم. في الفيديو ده هنتكلم عن الايفونات الصغيرة الايفون 14 والايفون 14 ماكس بين قسين الايفون ميني. اللي هو بديل الميني دلوقتي. لان فيه متغيرات كتيرة ترقيت على الموبايلين دول هنتكلم عنها بالتفصيل في الفيديو ده. ومهتم من دواعية الفيديوهات دي ياريت تنزل دلوقتي تعمل لايك للفيديو ده. عزنا نوصل الفيديو ده ل100 لايك يا جماعة كده عشان يوصل لعدد اكبر من الناس. ولو انت مهتم طبعا انزل دلوقتي يعمل سبسكرايب عشان يوصل لك الفي الفيديوات الجديدة اول ما تنزل. ومش عايزين نضايق وقت كتير. خلينا نبدأ في الفيديو ده على طول. خلينا نبدأ مع الايفون الماكس. هو بديل الميني زي ما تكلمنا من شوية. وفيه بعض المتغيرات الكتيرة اللي ترقيت على الموبايل ده. او المفروض انها هتطرق على الموبايل ده وقت ما يتم الاعلان عنه. مبدأين الموبايل 为什么 من ناحية التصميم. مش يختلف كثير على التصميم اللي فاتت. نفس الشكل ونفس التصميم بالنوتش الكبيرة اللي فوق دي. والايفون 14 والفورتين ماكس مش يكون فيهم اي تطوير من ناحية الشاشة والاستحواز. الا بعض التفاصيل اللي هنتكلم عنها طبعاً دلوقتي. ولكن انا بيتكلم هنا عن النوتش. الشكل النوتش التقليدي القديم جداً ده. مش فواهم في اي تغيير تماماً. عن الاجئة اللي فتة. التغيير بس هيقتصر على الايفون برو والبرو ماكس. وان التصميم الجديد من ناحية البنش هول والبال بلا سهول اللي اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات لو انتم متام مرة تشوفه طبعا هيكون بس على الايفونات الكبيرة الايفون البرو والبرو ماكس وزي ما اتكلمنا طبعا من شوية قلنا الماكس هو البديل الميني وطبعا من اسمه هيكون ماكس الموبايل هيكون كبير الموبايل هنا بيجي بستة بفاصلة سبع انش سوفر ريتنا اوليد طبعا ده هيكون تغيير كبير عن الايفون الميني هيكون موبايل مختلف تماما ده مش معناه انه تم تطوير الميني او حاجة من هذا القبيل هو تم الاستغناء عن الميني على طول يعني لان لو فيه تطوير هيكون التطوير مش كبير يعني هيكون التطوير في الشاشة يكون حجم الشاشة اكبر لكن مش بالحجم ده طبعا الايفون ميني كان 5.4 انش تقريبا مع دعم رفريش ريت السريع المية وعشرين هارت مع شاشة فول اتش دي بلس برو عمية تمانية وخمسين بيكسل كل انش وطبعا النوت الكبير الفوق دي فيها الكاميرا اللي 12 ميجابيكسل مع دعم كمان الفيس اي دي ويكون فيه كاميرا سنائية في الخلف لكن من اعرفش حاد الوقتي هتكون 12 ميجابيكسل بس ولا هتكون 24 ميجابيكسل على حسب التسريبات اللي اهنا شفناها الفترة اللي فاتت ولكن من المرجحة دمعنا هتحتفظ بالكاميرا ال 12 ميجابيكسل عادي جدا يعني الجميل في الموضوع اللي هخالي الموبايل ده موبايل قوي فعلا موبايل منافس واتمنى الموضوع ده ما يتغيرش يعني فيما بعد ان الموبايل ده هيكون بالتشابسل الجديدة من قبل باربعة نانو وده معنا ان الموبايل ده هيكون فيه حاجتين مميزين انه هيكون بيجيب اداء قوي جدا ويكون باداء اقوى من وانه هيوفر اكتر في عمر البطارية الشيء التاني المهم ان الموبايل ده هيكون بستة جيجا رام مع مساحات تخزينية مختلفة بتبدأ من 128 256 512 جيجا باية فده هيكون تطور ملحوظ عن الجيل اللي فات من اربعة لستة جيجا من ناحية الرام من ناحية البطارية كمان الموبايل ده هيكون بطارية قوية ماكس 4352 ميلا امبير مع شاحن 25 وقت انه هيتقابل وسامسون طبعا هم هم متاخرين جامد في حتة الشحن دي وساعة البطارية الـ 452 ميلي أمبير اللي هتيجي في الآيفون 14 ماكس هي نفس ساعة البطارية اللي كانت في الآيفون 13 برو ماكس تاع السنة اللي فاتت يعني نفس الساعة البطارية دي هي نفس الساعة البطارية بتاعت الآيفون 13 برو ماكس مع دعم طبعاً شبكات 5G مع الـ Bluetooth 5.2 مع Wi-Fi من الجل السادس والـ iOS 16.0 المميز في الموضوع أن هذا الموبيل سيبدأ من 900 دولار النسخة الـ 6128 سيبدأ من 900 دولار طبعاً الموبايل ده هيكون موبايل قوي جداً نحت الأداء والكاميرات ولكن كنت أتمنى أن الكاميرات الخلفية تكون بـ 48 ميجا بيكسل حتى دلوقتي الموضوع ده مش محسوم بشكل كامل ولكن أتمنى طبعاً الموبايل ده يجي بـ 48 ميجا بيكسل بس مبدئياً كده أنا ما عطقتش أنه يجي بـ 48 ميجا بيكسل لأنه مش يكون بيختلف كتير عن الـ Pro والـ Pro Max فأتمنى ولكن ما توقعش نروح بقى للـ iPhone 14 يا معلم الموبايل الأقل في الفئة دي ومن ناحة التصميم زي ما قلت لك مش يختلف كتير عن الجيل اللي فات من ناحة النوتش والاستحواز ما فيش أي اختلاف تقريباً الموبايل هنا هيجي بشاشة 6.1 إنش Super Retina OLED بتدعم 90 هيرت طبعاً الجيل اللي فات ما كانش بيدعمل الـ Refresherit السريع بـ Resolution 1170x2532 يعني تقريباً Full HD Plus بـ 460 بيكسل لكل إنش مع كاميرا سيلفي 12 ميجا بيكسل مع دعم كامان الفيس اي دي والموبايل برضو هيجي بكاميرتين في الظهر ولكن لحد دلوقتي ما نعرفش إن كانت الكاميرا ده هيجي بـ 12 ميجا بيكسل عادي زي الجيل اللي فات ولا هتكون بـ 48 ميجا بيكسل زي التسريبات اللي أنا نعرفها لحد دلوقتي بس من المراجحة للكاميرا دي تيجي بـ 12 ميجا بيكسل عادي الموبايل هيجي بـ للتشابس الجديدة اللي قلنا عليها الـ A16 Bionic اللي بتيجي بـ 4 نانو ومن ناحة الرام الموبايل هيجي بـ 6 جي جا رام مع امكانية الاختيار بين الزواجر المختلفة 128 أو 256 أو 512 جي جا وي البطارية هنا مختلفتش كتير البطارية هنا 3240 ميلي أمبير نفس الساعة البطارية اللي كانت في الجيل اللي فات نفس الساعة البطارية من غير أي اختلاف تقريبا اختلاف الوحيد هنا من ناحة البطارية وسرعة الشحن إن سرعة الشحن بدل ما كانت 20 واط في الآيفون 13 دلوقتي بقت 25 واط في الآيفون 14 مع دعم شبكات 5G مع البلوتوث 5.2 الموبايل هيكون 800 دولار نسخة 628 دي أول نسخة وده نفس السعر اللي نزل بيه الآيفون 13 على الورق هو الحد للوقتي التغييرات اللي أنا هنشوفها على الآيفون 14 عن الآيفون 13 هيكون الريفريش ريت السريع 90 هرت والتطوير الإكباري بتاع مع زادة سرعة الشحن من 20 إلى 25 واط طبعا دي بالزيادة المفروض الشحن ده يكون أكبر من كده بكتير يعني صرعة الشحن الحقيقة دي غير مقبولة تماما المفروض الموبايل زي كده يكون ب67 واط مثلا ولكن للأسف قابل نايمة في الخط في سرعة الشحن والشحن السريع طبعا ساعة البطارية بتاعت الموبايل ده هتكون صغيرة مش كبيرة ساعة البطارية صغيرة جدا وده يكون أحد العوائق والحاجات اللي هتكون مش لطيفة في الموبايل ده للأسف هتمنى طبعا للتشيبسيت الجديدة اللي أربع نانو دي توفر أكتر في عمر البطارية وتحاول تعاوض النقص ده ولكن على الورق ده مش مضمون تماما وخليكم يا جامعة فاكرين ان دي تسريبات لحد دلوقتي يعني هيكون فيه اختلافات طبعا عن الكلام اللي انا بقوله دلوقتي ولكن قد تكون مش اختلافات كبيرة ما تنساش بقى تقول لي تحت في الكومنت اي رأيك في الموبايلات دي وهل انت تتوقع ان الموبايلات دي بتيجي بكاميرات 12 ميجا بيكسل زي الأجال اللي فاتت برضه ولا يكون فيها كاميرات 48 ميجا بيكسل زي ما تكلمنا عنها في التسريبات في الفيديو اللي فات اقول لي رأيك تحت في الكومنت ولو انت مهتم طبعا ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وما تنساش طبعا تعمل شير للفيديو ده لو حبيت واكيد لازم تعمل سبسكرايب هنا في القناة عشان احبك وعشان توصلك الفيديوهات الجديدة اول ما تنزل ولو انت عايزين الفيديوهات معي انا يا جماعة اكتبوا لي في الكومنت ستحت الحاجات اللي انت عايزين تشوفوها هنا على القناة وان شاء الله هعملها في اقصى سرعة بس كده يلا سلام